تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس السيسي سعادته بمشهد استفاف المصريين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج على حيوية وفعالية المجتمع المصري وأعرب الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة أعلان فوز بالانتخابات الرئاسية 2024 عن عظيم تقديره وامتنانه لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات هنأ عدد من ملوك ورؤساء دول العربية والأجنبية الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وعرب ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية عن تمانيته من الرئيس السيسي بالتوفيق في تحقيق المزيد من إنجازاته من أجل التنمية تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة لتواصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية بكمية كافية مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من جانبه أشهد جوتيريش بالجهود المصرية لوقف نذيف الدماء مؤكدا حرصه على التنصيق المستمر مع مصر للخروج من الأزمة الجارية أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين غالبيتهم أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد تسعة المواطنين على الأقل بينهم خمسة أطفال وإصابة آخرين كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين بينهم ثلاثة أطفال توجه وزير الخارجية سامح شكر إلى مدينة مراكش للمشاركة في اجتماعات المنتدى العربي الروسي الذي تصديفه المغرب وأشارت الخارجية في بيان إلى أن هذه هي الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي والذي كان قد تم إطلاقه رسميا لأول مرة في عام 2009 بموجب مذكرة تفاهم بين جامعة دول العربية والروسيا وأضافت أن أهمية المنتدى ازدادت خلال السنوات الماضية كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي أعلن وزير الدفاع الأمريكي الويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة للجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مصيرة شنتها قوات الحوثي وقال أوستن أن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشيل وإسبانيا مضيفا أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدد ذكرت وكالة رويترز أنبأ نقلا عن مصادر أمنية بحرية أن سفينة تجارية خطفها مهاجمون مجهولون لا تزال قبالت تساحل الصومال مما يثير مخاوف من تفاقم حالة عدم الاستقرار في ملاحة العالمية في ظل تصاعد الهجمات في البحر الأحمر وأوضحت رويترز أن شركة الأمن البحري البريطانية قالت أن السفينة وصلت إلى مسافة تسعة أميال قبالة الشاطئ من بندر موراكيو في إقليم بلاد بونت بالصومال ومضيفة أنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية الصومالية من أجل متابعة شاملة ولا تبادل المعلومات أعلنت السلطات في أيسلندا حالة التأهو القصوى بعد ثوران بركان جنوب غرب العاصمة وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أن ثوران البركان في شهر جزيرة ريكيانايس بدأ بعد وقوع نشاط زلزالية وقدر مكتب الأرصاد الجوية أن البركان أحدث شقا أو شقا يبلغ طوله حوالي أربعة كيلومترات وشهدت المنطقة في وقت سابق عملية إجلال ألاف من الأشخاص ختم مجزء التاسعة وعودة مرة أخرى إلى محمد ومنا لاستكمال باقي فقرات سبعة خلية مصر شكرا لك يا دينا